ويا أمساء الخير ويا أهلا وسهلا على كل الأهلوية نبتدي مع حضراتكم أسبوع جديد أسبوع إن شاء الله موفق أسبوع مهم جدا هبتدي فيه وهينطلق فيه مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكانت الحقيقة بروفا مهمة جدا مش بس عشان حققنا العلامة كاملة ووصل رصيد الأهلي في بطولة الدوري لست نقاط لكن كمان يمكن وده الأهم إن احنا تطمنا على مستوى الفرقة اللي بالتأكيد قدمت كورة وقدمت أداء أفضل بكتير جدا من مباراة الانطلاق ومباراة المقصة مباراة الأهلي وغز المحل الحقيقة كان يمكن فيها عدد كبير جدا من المكاسب بالإضافة للأطمئنان على الفرقة قبل ما نبتدي مشوار أفريقي أعتقد واحد كان من أهم المكاسب والفيه الحقيقة يمكن يكون شبه إجماع عليه من جماهير النادي الأهلي محمد شريف اللي تقلق في مباراة الأمس والحقيقة كان واحد من أهم نجومها أهلا وسعلا بحضراتكم ومساء الخير يا صار مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير على حضراتكم أسبوع جديد إن شاء الله أسبوع كله إنجازات وإنتصارات ومبروك طبعا على مسيرة اللهزيمة لحد دلوقتي مع موسيماني والفوز على غزل المحلة فريق عريق والحقيقة فعلا زي ما أحمد قال يمكن النادي الأهلي ظهر بشكل كويس جدا وخصوصا في الشوت الثاني يمكن الشوت الأول كان صنعنا هجمات كتير ولكن ما كناش بالمستوى اللي احنا عايزينه ولكن الشوت الثاني طبعا قدرنا إحنا نتحكم في الماتش بشكل أكبر وقدرنا إن إحنا نتسجل التلات أهداف المباراة كلها في كوم وفعلا محمد شريف في كوم تاني يعني الحقيقة يمكن من مباراة مصر المقاصة وكنا بنتكلم بعدها إنه كان نفسنا إنه الهدف اللي جابه يتحسب أو إنه يجيب هدف علشان يديله ثقة في نفسه أكتر خصوصا إنه كان عامل ماتش كويس جدا محمد شريف مبارح كان رائع في مباراة تغزل المحلة تحركات رائعة الحقيقة ويمكن محمد شريف نوع المهاجم اللي أنا بحبه اللي هو مهاجم تسعة مش صريح يعني بيسموه في لغة الكورة الفولس ناين أو مهاجم تسعة الوهمي أو تسعة ونص زي في رمينو كده في ليبربول يا أحمد فالحقيقة كان عامل مباراة رائعة تحركات كويسة جدا بالكورة ومن غير الكورة وفينشر رائع أعتقد إن محمد شريف يمكن إضافة كبيرة قوي للنادي الأهلي وهنشوف أكتر منه الفترة اللي جاية خصوصا لما يكون فيه انسجام أكبر بين اللعيبة أعتقد هو وكهرباء يا أحمد هيشكل سنائي هجومي خطير الفترة اللي جاية الأهم إن احنا نقول لشريف إنه النجاح ده محتاج مجهود ومحتاج تأكيد إنك أنت تاخد ثقة جماهير النادي الأهلي ده شيء كبير جدا بيحلب به كتير من نجوم اللعبة في مصر فبالتالي مهم جدا عشان تحافظ على ثقة أنك تحافظ على مستواك وأنك تتطور من مباراة لمباراة خصوصا إنه جماهير النادي الأهلي مستنية منك كتير واللي حصل في مطش الغازل ما هو إلا مجرد بداية وبمناسبة الكلام عن شريف اللي من وجهة نظر كتير من جماهير النادي الأهلي كان أفضل لعفة مباراة الأمس خلونا نفكر حضراتكم واللي ما تروش حلقة أو بداية السيزن ده مع السادسة إنه احنا كل حلقة بنفتح للجمهور مساحة عشان يشاركوا بالتصويت على صفحتنا على مواقع التواصل على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مين هم أفضل ثلاث لعبين في مباراة غزل المحل طبعا نتيجة التصويت على مباراة المقصة وأفضل ثلاث لعبين احتلوا المركز الثلاثة الأولى هنعلنها على مدار الحلقة النهاردة بس بنفكر حضراتكم بالمشاركة على صفحتنا الفائز بالمركز الأول بيحصد ثلاث نقاط والفائز بالمركز الثاني بيحصد نقطتين والفائز بالمركز الثلاث بيحصد نقطة واحدة ومع استمرار المشوار بتاع نادي الأهلي ومع استمرار مباراة النادي الأهلي هنقدر نتعرف من خلال تصويت حقيقي لجمهور في كل المباراة على حدة مين هو نجم الأهلي في هذا الشهر ومين هو نجم الأهلي في الموسم كله بناء على تقييم مباراة بعد مباراة زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشاشة على صفحة نادي الأهلي أو الأهلي تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي اختار أفضل ثلاث لعبين من نادي الأهلي في مباراة الأهلي وغزل المحل نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوية الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة سانيداب بدوري الأبطال جونسون يحضر لعبي الأهلي في بداية الميران فحص تبديل السلية ومروان ونادفة يواصلان التأهيل الجهاز الفني واللعبون يحتفلون بعيد ميلاد الشناوي اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب ويشكل لجنة تقصي حقائق صلاح جماهير كرة القدم ستذكر اسمي بسبب ما حققته مع ليفر بول